أورام اللي فيها دي دي أورام حميدة وهقول تاني دي أورام حميدة بتطلع من جدار الرحم وبرضه أستعير اسمح لي للمرة مش عارف الكام أستعير يعني جملة حضرتك الخالدة عندنا هنا في البرنامج أن الأورام اللي فيها دي أورام حميدة ولكن في بعض الأحيان تصرفاتها بتبقى تصرفات غير حميدة طول ما الأورام الحميدة حميدة ما تظهرش أي أعراض إحنا ما بينجيش عندها يا أم صغيرة يا أم مش عاملة أي أعراض ما بينجيش عندها لأنها أورام حميدة ولكن إذا ابتدت تتصرف التصرفات غير الحميدة اللي على رأسها على الإطلاق النزيف والنزيف ده برضو عايز أقول لأن كتير جداً من الستات تيجي تقول لي أنا ما أقول لها أنت في نزيف تقول لي لا ما فيش نزيف في الدورة ما بتيجي هم تلتة يام باس ولكن ممكن يكون الدورة عدد الأيام هو هو ولكن الكمية كبيرة أبتدي أسأل بعمق هل الكمية هي هي لا ده زيادة وبيبقى فيه تجلطة آه ده نزيف يبقى إذن النزيف يا إما يكون عدد أيام الدورة كتير يعني بدل تلتة يام تبقى خمسة أو ستة أو سبعة أو نفس عدد الأيام ولكن زيادة في الكمية أو نزيف في وسط الدورة الشهرية كل دي أنواع نزيف طبعا ده يستدى العلاج أو لو الورم الليفي ابتدى يكبر ولو كبر الورم الليفي إحنا زي ما إحنا عارفين الرحم حواليه الأمعاء يضغط على الأمعاء يعمل أوجاع في البطل وانتفاخات قدام الرحم في المسانة لو كبر الورم الليفي يضغط على المسانة تيجي السيادة تشتكي بإن فيه إن هي بتخش تعمل حمام أو البول متكرر لإن المسانة ما بتقدرش تتميلي وتتمدد أو يضغط على المستقيم اللي هو خلف الرحم يبقى فيه مشكلة أثناء التبرز فكل دي أعراض تلاقي النزيف اللي بيعمل الأنيميا المزمنة تلاقي الست عندها على طول مجهودة قليل دايخة مش قادرة تعمل الأعمال اليومية بتاعتها من النزيف المستمر المزمن أو الأعراض اللي احنا قلنا لها لو ابتدت هذه الأعراض تحصل يبقى إذن واجب علاج هذا الورب اللي في دي حاسيات علاج الورب اللي في